الارهاب الدموي تغل في سرد الاكاذيب والاخبار المضللة لتشويه صورة الجيش العربي السوري الذي يواصل ضرب الارهابين في كل شبر من سوريا اليكم بالصوت والصورة حقيقة ما جرى في بلدة كناكربري في دمشق وبلسان الاهالي كما هي الشمس في رابعة النهار يراها المخصرون فان من يريد الحقيقة يعرف كم هي كاذبة مضللة قنوات سفك الدم السوري كالجزيرة والعربية اللتان من فكتا ترددان خبر قصف الجيش العربي السوري لبلدة كناكر بريف دمشق ظننا منهما انهما تستطيعا تشويه صورة الجيش العربي السوري في نظر الرأي العام لكن جيشنا البطل الذي يبزل الدماء رخيصة دفاعا عن المواطنين وبالتعاون معهم يقف بالمرصاد لهذه القنوات الضالة ويكشفهم على حقيقتهم بالصوت والصورة اليكم ما رصدته كاميرا الادارة السياسية في الجيش العربي السوري الذي يظهر حقيقة ما جرى في بلدة كناكر حيث انفجر معمل للعبوات الناسفة موجود بمنزل مجموعة ارهابية ما ادى الى تدمير المنزل بالكامل ومقتل الارهابيين مازن الجاهوش صاحب المنزل والارهابي سامر طعمة والارهابي خالد عيسى هذا العمل عمل جنماء وخاينين للوطن وخاينين للبلد جيرانهم لا يبعد هذا المنزل عن التفجير سوى 20 متر او 15 متر توفيت صاحبة هذا البيت وطفلها الصغير الذي لا يتجاوز من العمر ست سنوات وكل من يسكم بتلك البناية ايضا هذه البناية للطوابط كل من يسكم بتلك البناية يا جريح يا ميت اثناء تفتيش مكان الانفجار عصر على عبوات ناسفة لم تنفجر واجهزة تفجير وصوايق والغام واجهزة اتصال بالاضافة الى حاسب كان يستخدمه الارهابيون لاتصال عن طريق الانترنت وكتب وهذا دليل اكيد على ان المنزل كان مصنع العبوات الناسفة ومكان يتجمع المجموعات الارهابية كما عصر على بعض الادفاتر والسجلات كان يستخدمها الارهابيون لتدوين ما يتسلمونه من ادوات التفجير والقتل احنا وطن واحد واما واحدة العدو اللي بدخل لها البلد سيتحطم راته ان شاء الله ويتحطم جواجب كله من عباك وجاي نحنا عرب عصلا هؤلاء الخليجي بخونا اللي جابونا الفتلة قاتلهم الله قاتلهم الله اللهم انصر الحق وازم الباصل اللهم انصر الحق وازم الباصل يا رب العالمين